في الريديو بتاع النهار ده ان شاء الله علمك ازاي ممكن تعمل فيديوهات Whiteboard Animation بطريقة سهلة ومجانية تقدر تعمل بها محتوى على اليوتيوب بشكل مجاني وبدون خبرة وبدون اي برامج خلانا اتعرف على الطريقة بالتفصيل ولكن بعد الانترو السلام عليكم انا احمد ودي قناة منصة المعلوميات لأول مرة تتفرج على القناة اكد ان انت عمل لايك واشتراك عشان تابع عندنا كل جديد ودلوقتي خلانا اتعرف ازاي ممكن تعمل فيديوهات Whiteboard Animation بتراية سهلة وبسيطة ومن غير اي برامج زي ما شفنا في اول الفيديو في البداية كل اللي احنا نستخدمه هو موقع وهقول لك دلوقتي ازاي ممكن تعمل من خلاله Whiteboard Animation كل حكاية هتروح على فيديو وتختار ان انت تعمل فيديو بحسب الحجم اللي انت عايزه طبعا الفيديوهات مثلا بتاعت اليوتيوب بتكون بالحجم العادي اللي هو ظهر ده فنختاره كده هيفتح لنا واجهها تانية عشان نعمل عليها الفيديو اللي احنا محتاجينه كل اللي عليك بعد كده هتجيب العناصر اللي انت عايز تضيف ها طبعا لو لقيت عنصر مش موجود ممكن تجيبه من على الانترنت وهنشوف ده مع بعض يعني مثلا انا في البداية عايز اعمل فيديو زي اللي شفنا في اول الفيديو فهنكتب عمل فيديوهات Whiteboard Animation طبعا ممكن تحدد الخط زي ما انت عايز لو كتبنا مثلا كده Arabic هزهر لنا الكطوط العربية ممكن تاخد اي خط عربي ويتزبط النص اللي انت عايزه ونضعه مسلا وليكن هنا بعد كده هروح على وابحث على مثلا او اي حاجة لو حسب الحاجة اللي انت عاوز تعمل عنها الفيديو وليكن هنستخدم الشخص ده كده وبعديها مسلا انا جهزت الصورة دي كل علاية بعد كده هضغط على هنا بعد كده اختار على وحملها بصغة كصورة بعد كده اضغط على هنتظر لحظات لحد ما حمل لي الوجه اللي انا عملتها دي كصورة هللي ايها تحملت عندنا كصورة بالشكل ده ممكن تجهز المشهد الثاني حسب تضيفها في الاسكريبت بتاعك او في الفيديو بتاعك سواء كان نص مسلا هتضيف النصك سواء كان صورة هتضيف الصورة انا مسلا هكتب هنا بدون خبرة وبدون برامج بخطوات سهل وكل علاية برضو هحملها كصورة مرة تانية واختار بي ان جي صيغة بي ان جي كده واعمل دا واللود كده انا حملت مسلا المشهدين اللي احنا شفناهم في اول الفيديو كل علاية بعد كده هروح على ابس هنا بعد كده هبحث هنا على سبيد طبعا باللغة الانجليزية بالشكل ده هتظهر لي الوجهة دي هضغط عليها اختار على واللي من خلالها هتقدر تعمل فيديوهات بطريقة سهلة بعد كده اختار واختار المشهد الاول مثلا كده بعد كده هنا هتحدد عدد الفريمات اللي انت عايزها في الصورة ممكن تخليها تلاتين فريم ستين فريم لحد مية عشرين ولكن انا شايف ستين كويس يعني ممكن اصلا الفيديوهات اه بتاعت اليوتيوب اغلبها بيكون اما ستين فريم او ثلاثين فريم بعد كده هعاوز السكيتش او الرسمة دي تبقى في خمس ثواني ولا في عشر ثواني لو عايز تترسم في عشر ثواني هتعملها في عشر ثواني عايز تعملها في خمس ثواني هتعملها في خمس ثواني مسلا انا عملتها عشر ثواني يعني يرسمها بطء عايزها أكتر من كده تخليها أكتر من كده زبا انت حابب وطبعا دي بيتبطأ آآ عملية الرسم بعد كده color file duration اللي هو باملة اللون جوة الصورة فقة ممكن تحددها او ممكن تسيبها زي ما هي يملاها في نفس الوقت دي برضو ترجع لك هتديك اشكال مختلفة وبعد كده لو حابب تغيرها تعامل اي لون تاني لكن طبعا هنسيبها باللون الابيض عشان هي بعد كده هنروح هنا نضغط على اللي هي الايد اللي بترسم وممكن تضيف او ممكن تسيبه عادي جدا يعني مش هتفرق معك كتير هتديك بس شكل في حركة الايدين بعد كده كل عليك هتضغط على وهنشوف مع بعض النتيجة وخلينا اقول لك ان العملية دي بتاخد آآ شوية وقت كل ما كنت العناصرات اكتر كل ما هتاخد معك وقت اكتر يعني ممكن تاخد لك دقيقة او دقيقتين في كل صورة والصورة دي طبعا بتنسل لك مشهد على ما العملية تخلص لو انت مسلا هتسجل بصوتك ممكن تسجل بصوتك وبعد كده تعمل المشاهد وتركبها على الصوت بتاعك حسب السكريبت اللي انت بتعمله طب لو انت مش بتسجل بصوتك ممكن تستخدم اي برنامج ذكاء الاصطناعي يولد لك فيديوهات وتستخدمها بنفس الطريقة دي وهي احد افضل البرامج اللي انت ممكن تستخدمها لتحول الكلام الى باستخدام ذكاء الاصطناعي هي موقع وانا اتكلمت عنه قبل كده بديك عشر تلاف كلمة تقدر تعملهم بشكل مجاني وفيه اسوات كترة جدا اسوات نسائية اسوات رجالية ومن خلال الطريقة دي ممكن تعمل فيديوهات ودي النتيجة بعد ما ظهرت معنا نقدر طبعا نشغلها وانت كده الطريقة اللي انت ممكن تعمل بها فيديوهات وطبعا كلنا عارفين ان انت بعد ما بتعمل الفيديو تقدر تضغط على شير هنا وبعد كده تضغط على ويتحدد عدد الفيديوهات اللي انت حابب تحملها والجودة طبعا بتختارها وبعد كده تضغط على وهيبدأ يحمل معاك بشكل سهل وبسيط والصوت هتسجله يعني ما هتجيبه برضو بالزكاء الاصطناعي ممكن تفتح قناة كل اللي شغلها بالانيميشن او لان فيه قناة كتيرة شغلها بنفس الطريقة كده ممكن تجيب موضوع تتكلم عنها من خلال استخدام الزكاية الاصطناعي يقدر يكتب لك عن اي حاجة انت عاوزها وتحاولها الفيديوهات بنفس الطريقة كده كمان تستخدمها في عمل المحتوى بتاعك قناة بتاعك سواء كان محتوى تعليمي او محتوى بتكلم عن موضوع معين وفي النهاية ما تنساش تشوف باقي فيديوهاتنا عن الزكاية الاصطناعي والادوات اللي انت ممكن تستخدمها في صناعة المحتوى وتطوير محتوىك وان انت تعمل حاجات جديدة وادوات مختلفة اتمنى كنت استفدت من الفيديو لا استفدت اهو عاتب خالعلي بلايك واشتراك كان معكم احمد من قراءة منستر المعلومات وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة